السلام عليكم كشف التقارير الصحافية إسبانية أنها سبب عدم الإعلان الرسمي عن رحيل كليا مبابي نجم باريسان جرما إلى ريال مادريد وكتشير أغلب التقارير الصحافية إلى أن مبابي سيرحل عن باريسان جرما فور نهاية أقضيه في يونيو المقبل وينضم مبابي إلى النادي الملاكي في صفقة انتقال حر وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن مبابي تفق على كافة تفاصيل مع ريال مادريد حيث سيحصل على راتب سنوير قيمة ديالو 15 مليون يورو ومكافأة توقيع بقيمة 150 مليون يورو وأوضحت أن مكافأة توقيع اللي سيحصل عليها مبابي سيكون مزع على خمس مواسم مدة تأقضيه مع النادي الملاكي وكشفت من المرجح أن يتم الإعلان عن صفقة عندما يصبح مستحيلا أن يلتقي ريال مادريد مع باريسان جرما في دوري أبطال أوروبا وأيضا إلى أن كليام بابي سيرتدي القميص رقم 10 مع ريال مادريد وبذلك سيأخذ مكان الكرواتير كامودريتش اللي اقترب من الرحيل عن النادي الملاكي ويدكر أن ريال مادريد وبي سي جي اقترب بقوة من تأهل دور الثمانية بدور أبطال أوروبا حيث فاز باريسان جرما على ضيفه ريال سوسيدات بادافين دون رد في حديقة الأمرا وفي خبر آخر رابطة الليجا كاتس دم بارشلونة وكاتب الشر الريال مادريد وفي عنوان تفاصيل الخبر أن أعلنت رابطة الدوري الإسباني إلى الليجا اليوم التولداء عن حدود الرواتب الخاصة عن ديال الليجا بعد انتهاء المركات الشتوية وفق اللي بين الرابطة فإن الحد الأقصى للرواتب الذي يستطيع ريال مادريد الوصول إليها عقب المركات الشتوية كي بلغ 727 مليون يورو متفوقة بشكل كبير على باقي أندية الليجا ويعني ذلك أن ريال مادريد ما غادش يواجه مشاكل في دفع راتب الصفقة المحتملة بضم الفرنسي كليام بابي ناجم باريسان جرما في الصيف المقبل وفي المقابل تعرض برشلونست مقوية بعد أن انخفض الحد الأقصى للرواتبه في 204 ملايين يورو فقط عقب المركات الشتوية وكالحد الأقصى للرواتب البلوغرانا عقب المركات الصيفي الماضي يبلغ 270 مليون يورو ووفق الصحيفة مركة الإسبانية كتب لغفاتورة رواتب البارسة حاليا أكثر من 400 مليون يورو ما يمنع الفريق الكتالوني من استغلال قاعدات واحد واحد التي تسمح له باستغلال الأموال التي كي يحصل عليها في شراء صفقة جديدة لكن يقع برشلونست حاليا تحت قاعدات 50% أي أنه لا يستطيع انفق يورو واحد على الصفقة الصفقات المقابل كل 2 يورو يحصلون آله ووصل لحد الأقصى لرواتب برشلونة في يناير الثاني كانون الثاني 2023 إلى 648 مليون يورو بفضل الروافع الاقتصادية لكن انتهت تيروها في الصيف الماضي لذلك تراجع الرقم إلى 270 مليون وأشارت ماركا إلى أنه سيكون أمام إدارة برشلونة عمل كبير في الصيف إذا أرادوا ضم لاعبين جدود أو حتى إعادة قيد فاتورة روكي وإنيجو مارتينيز المرسجالان فقط حتى 30 يونيو حزيران المقبل كان هذا هو الخبران اللي كانت ناجح أخبار ديال الحلقة هذه نتمنى الحلقة تكون فادتكم وتكون نالت إعجابكم وإن شاء الله اللي لا تشترك في القناة يشترك بشترككم على الجديد ونجيب لكم إن شاء الله أخبار أخرى وتحياتي لكم جميعا